موسيقى موجز الأنباء أهلا بكم ثمنا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف والأمريكي أنتوني بلينكين عاليا عمقى وصلابة علاقات الصداقة والتعاون التاريخية التي تربط بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها عطاف إلى واشنطن بتكليف من الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون رئيس دبلوماسيتي البلدين وبحسب بيان الخارجية الجزائرية أشاد بوتيرة التشاور السياسي البيني وتوسع العلاقات الاقتصادية إلى ميادين جديدة وبالأفاق الواعدة لتحقيق المزيد بناء على قيم الصداقة والثقة والتفاهم حيث جدد الوزير عطاف ونظره بلينكين التعبير عن الإرادة السياسية القوية التي تحدو قيادتي البلدين لتعزيز الشراكة الجزائرية الأمريكية والارتقاء بها إلى أسمى المصاف والرتب المتاحة وبحسب المصدر ذاته فقد أعرب الوزيران عن ارتياحهما لما تم تسجيله من توافق كبير في مواقف البلدين حول جميع القضايا التي تم استعراضها على الصعيدين التنائي ومتعدد الأطراف مؤكدين تطلعهما لمواصلة الجهود من أجل استكشاف الأفاق الواعدة للشراكة الجزائرية الأمريكية وتكثيف علاقات التشاور والتنسيق بين البلدين خاصة خلال عضوية الجزائر المقبلة بمجلس الأمنة شيعت جموع فلسطينية في محافظة نابلس اليوم الخميس جثمان الشهيد أمير خليفة الذي ارتقى برصاص الاحتلال الصهيوني قرب بلدة زواتا إلى مثواه الأخير وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا بمشاركة موثلين عن الفعاليات الرسمية والوطنية والشعبية في محافظة نابلس باتجاه مخيم العين لوارة طرى عقب إلقاء نظرة الوداع عليه وكانت وزارة والصحة الفلسطينية أعلنت عن استشهاد الشاب أمير خليفة ذي السبعة والعشرين عاما بعد إصابته برصاصتين في الرأس والظهر أطلقهما عليه جنود الاحتلال خلال عدوانهم على بلدة زواتا غرب نابلس أعلن المجلس والعسكر في النيجر عن تشكيل حكومة جديدة في البلاد حسب ما أفد بيان صادر عن رئيسه عبد الرحمن تياني بثه التلفزيون الرسمي ليلة الأربعاء إلى الخميس الحكومة تتألف من 21 عضوا بقيادة رئيس الوزراء عالي الأمينزين الذي سبق أن عينه المجلس العسكري في النيجر الاثنين كما يشغل كل من عضوي المجلس العسكري الجنرال ساليفا مودي منصب وزير الدفاع ومحمد تومبا منصب وزير الداخلية يعقد زعماء دول غرب أفريقيا إكواس قمة اليوم الخميس لاتفاق على خطة عمل فيما يتعلق بملف النيجر بعد رفض المجلس العسكري التنحي رغم تهديد التكتل باحتمال استخدام القوة لاستعادة الديمقراطية وقد تتحول القمة التي تعقد في العاصمة النيجرية أبوجا إلى نقطة حاسمة في الأزمة حيث من المتوقع أن يتفق زعماء المجموعة على الخطوات التالية التي قد تشمل التدخل العسكري وهو أمر قال مسؤول في الإكواس إنه سيكون الملاذ الأخير يتي ذلك في عقاب لقاء الأربعاء جمع مبعوثين للرئيس النيجري رئيس الإكواس بولا تينوبو بالمجلس العسكري في العاصمة نيامي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيراش الأربعاء أنه قلق جدا بشأن ظروف اعتقال رئيس النيجري المعزول محمد بازوم داعيا إلى الإفراج عنه وحسب بيان للأمم المتحدة فإن جوتيراش استنكر الظروف المعيشية البائسة التي يقال إن الرئيس بازوم يعيشها رفقة عائلته ويعيد التأكيد على قلقه بشأن صحة الرئيس وعائلته وسلامتهما ويدعو مجددا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عنه وإعادته إلى منصبه رئيسا للدولة يضيف البيان انتهى الموجز شكرا لكم تبقى روابط الإلكترونية للقناة في الخدمة إلى اللقاء اشتركوا في القناة